طب مين أكتر الناس اللي بتحس إنها عندها هدوء وسكينة في حياتها؟ اللي عندها ذكر يومي اللي هي بتجري على طول على الصلاة بتجي على طول على الوصلة بينها وبين ربنا ليها تلعيهم أكتر ناس مدهم هادي يعني ردود أفعالهم هادية يعني زي ما بيقولوا إيه سوية يعني ما فيهاش المفعال الزيادة إيه لما تمسك في ورد وده أنا بتكلم في الديانات كلها مش بتكلم في الإسلام بس يعني في كل الشرائع لازم يبقى حاجة وصلة بينك وبين ربنا لازم دي أكتر حاجة بتخلي البني أدم هادي والاستغفار أكتر حاجة تخلي البني أدم هادي الاستغفار طيب مضاد بقى كده رجعنا لها تاني رجعنا نلبس الخرزة الزرقى وأنا عارفة أنه فيه فرق ما بين الخرزة الزرقى والعين الفرعوني اللي هي الزرقى اللي هي بتاعتنا بتاعت الفرعى لا بصي هو الاتنين ما لهمش لازم أصلا الاتنين وما ليه دايما الحسد يقول لك يلبس حاجة زرقة هل اللون الزرق ليه علاقة بالحسد اللون الزرق دوت بيمسك الحنجرة فبيمسك الحنجرة دي فممكن طول ما أنا لابسها تزود لي طاقة دخول الطاقة في الحنجرة في التسويس يزيد الفك يبتدي الأسنان تتكسر الودان يحصل فيها طنين الرقبة تتوجع فما تلاقي الحنجرة على طول فيه شرقة لأن فيه دقة دخلة كتير تحسني فيه هوا في الموضوع طالما ما لهاش داعي احنا عندنا حاجات أقوى من الخرز الزرق طب يا موضلة خلينا اسألك بقى ايه الحاجات اللي احنا نعملها عشان الحسد احنا طول الوقت محسودين طول الوقت محسودين اسكار 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 بس يعني الفتحة كل أعوذوا برب الفلق كل أعوذوا برب الناس خواتم سورة البقرة الإخلاص الفلق الناس مفيش أقوى من كده طيب أنا بشوف طول الوقت حنانزي نالمشي بميت ورد فأنا تعلمتها منك اللي هو كل كل ما شوفها لقيها ماشية بميت ورد وبعدين طاقة الكرسي ولقيتك مثلا ايه بتنفضي الكرسي قبل ما قعدتي وبعد كده ما بيجي أسلم على حد فأنا رش على ايدي وقفل الطاقة لا أعلمينا ازاي لو أنا دخل على مكان و أنا عارفة أن أنا الناس دي مثلا ما بتحبنيش أو الناس دي خبسة أو هيحسدوني أعمل ايه تاني ما هو أنت فكرك عن الناس هو اللي هجيبه يعني ايه أنا فكري أني أنا هروح ألاقي إيمان بتستقبلني حلو وبتاعة هتستقبلني حلو لا أنا عارفة أن إيمان حقودة وسودة ودنيا وبتاعة أول ما هدخش هتعمل كذا وكذا وكذا هشد ده منها إلا أنا بشعوره وبفكر فيه اللي هشده من اللي قدام حتى لو هو وحش وبيفكر في دوت هيطلع لي الحلو غصب عنه لأن ده اللي أنا شدته في الآخر البني أدمي اللي حوالينا إنعكاز حتى لو هو وحش وحشته هتبقى نفسه مش هتطلع لي مش هيقدر يعمل ده طيب أنا أعمل ده إزاي أحصن نفسي إزاي أول حاجة زي ما قلت قبل ما نخرج من بيتنا خلاص هنعمل حاجة بسيطة جدا زي ما قلت الفتحة والبتاع وهنفخ واروح مسح جسمي لا نقولها تاني انت بس الفتحة قاية الكرسي خواتم سورة البقرة الإخلاص الفلق الناس وبالنسبة للإخوة المسيحيين مزامير الحماية واروح مسح على قد ما أقدر كده أنا أنا بحسن جسمي كله بعمل هالة كده حوالين جسمي أفلت كل حاجة مفيش محدش هيقدر يخترق بأي شكل الأشكال طيب أنا قاعدة قاعدة حسن الأنرجي أو الطاقة بتاعتهم جاية تعباني زي ما انت قاعدة كده زي ما انت قاعدة كده وقاعدة حتى إيدي قفل إيدي كده خلاص يا إما حتى إيدي بالمنظر ده عشان يبقى التحكم يعني أنا لما أكون قاعدة مع ناس أبقى قفل إيدي كده يا إما قفل إيدي كده كده هو زي البيبيهات يعني كده كده هو هتحطي ده الأول هنا أيوة زي البيبيهات آه أوكي زي البيبيهات يا إما تحطي إيدي كده هتقفلوا على بعض قاعدة الإيتيكات العادية تمام مزاك كده أنا قفلت جسمي وحدش يقدر يخد مني ولا دين طب أنا سعب بعض قدام ناس أول ما بعض قصادها بعض التاوب التاوب وحس أن أنا عايزة نام يعني حس أن أنا رأسي بتنزل كده عشان هم طاقتهم تقيلة فأنتي طاقتك تأثرت آه طاقتهم تقيلة دي مليانة حاجات كتير ممكن تبقى مليانة حسد ممكن تبقى مليانة توطر طاقت كتير طب أعمل إيه لما حسد اقفلي نفسك زي ما قلت نقفل على طول اقفلي على طول أول ما هتقفلي مش هتعرفي ولا هتأخدي ولا هتدي طيب فيه ناس دلوقتي قبل ما بيبتدوا ياخدوا بيت بيبتدوا يفكروا في البيت اللي دخلوا طاقة يعني أنا أعرف إزاي إن بيتي الطاقة فيه ضعيفة جدا أو معدومة البيت ده بقى كئيب يعني تحسين البيت أي حاجة مستطيلة خلاص فيها جزء طاقة واقع مستطيلة مستطيلة آه يعني أنا أدخل بيت ألاقي الريسابشن مستطيل يعني هي الشقة كلها عاملة كده يعني هي متوزعة كده آه ففيه نصف واقع آه فما زي؟ فدي طاقة وحشة تمام فلازم نوصل لمرحلة الأقرب للمربع آه يعني الشقة كلها أقرب للمربع كابلان تمام وكده أولا آه ثانيا زمان كان ابن سينة كان يحط حتة لحمة في البيت لو عفنت على طول آه يبقى طاقة البيت وحشة آه لو قعدت فترة لسه فيها النفس زي ما بيقولوا آه ولسه ناضرة يبقى لسه طاقة البيت جميلة طيارات الهواء يعني لما أفتح أقعد في حتة ألاقي فيه هوا شايفانا مفتح هنا وهنا ألاقي الطايرات راحة جاية في المكان يبقى طاقة البيت حلو لأ أنا قاعدة هنا وحرانة وأنا فتح الشباك هناك ومش وصلني يبقى فيه سد هل الطاقة الهواء بيخش جامد يبقى فيه طاقة كبيرة أو هتخش هتعمل لي مشكلة فالزيادة زي النقص طيب فيه ناس برضو يقول لك يعني أنا من الناس دي برضو يعني ممكن أن أكون نزلت من البيت وأشغل القرآن وأسيبه شغال فيه ناس تانية عندها رأي تاني يقول لك لا أحرام تسيب القرآن شغال في البيت لا معرفش ده تفتب الفتي ده بقى مع الشيوك لكن أنا شايفة أن القرآن يقرأ يقرأ أنا برضو كمان شايفة أن هو يقرأ يقرأ عشان أنا هلتي وخلايايا تسمع الكلام ده يعني أنا أسمع ده وخلايايا تسمع ده أعضاء جسمي تسمع ده وإنتي لما بتسمعي الكلام ده وإنتي بصوت عالي وإنتي بتقري القرآن بصوت عالي إنتي بتهدي الجسم بيهدى طاقته بتهدى